الله أكبر بعد 27 يوما من العمليات المتواصلة أعلنت دول التحالف انتهاء عمليات عاصفة الحزم والبدء بعملية إعادة الأمل والتي قال الإعلان إنها حققت ما كان مرجوا منها تعلن عن انتهاء عملية عاصفة الحزم مع نهاية هذا اليوم وبدء عملية إعادة الأمل والتي سيتم خلالها العمل على تحقيق الأهداف الآتية واحد سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل المتحدث باسم تحالف عاصفة الحزم العميد ركن أحمد العصيري أكد أن عملية إعادة الأمل ستعمل على الحفاظ على مكتسبات عاصفة الحزم من خلال إبقاء الخيار العسكري مفتوحا سوف تستمر كالتحالف في منع الميليشيات الحوثية من التحرك والقيام بأي عمليات داخل اليمن وعندما ذكرت لكم خلال الماضية أننا نستهدف التحركات العملياتية للميليشيات الحوثية لمنعها من الإضرار بالمواطنين أو تغيير الواقع على الأرض بدعوة من الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي انتهت العمليات كما بدأت قال العسيري إلا أن وقع التطورات على الأرض ستحدده الأيام المقبلة ليتضح ما إذا كان الأمر إعادة رسم المشهد السياسي في اليمن مع إعلان العميد ركن أحمد عسير المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف انتهاء عملية عاصفة الحزم وبدأ عملية إعادة الأمل يبدأ الآن عهد جديد من قبل قوات التحالف على الأراضي اليمنية حمد المحمود سكاينيوز عربية الرياض اشتركوا في القناة